وفرر في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة وسيواجه منتخب الأردن في الدور النهائي الفائز من مباراة الغد التي تجمع قطر مع إيران وعاشت الجماهير الأردنية قمة الفرح بهذا الفوز التاريخي الأول الذي يتحقق على كوريا الجنوبية أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب فرص أردنية ضائعة وفرض منتخب الأردن أفضليته في الشوط الأول لكنه نجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة مامية وخمسين وأضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة سبت وستين صوب التعمري أو مرضي لتشكيل الخطورة وتمويل رأس الحربة النعيمات ونوع المنتخب الأردني من خياراته الهجومية قبل أن يطلق حداد كرة صاروخية من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم وأبعد حارس مرما كوريا الجنوبية تسديدة الروابدة فيما اعتمد منتخب الأردن على مصيدة التسلل أكثر من مرة في إحباط مخططات الخصم صوب التعمري أو مرضي لتشكيل الخطورة وتمويل رأس الحربة النعيمات ونوع المنتخب الأردني من خياراته الهجومية قبل أن يطلق حداد كرة صاروخية من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم وأبعد حارس مرما كوريا الجنوبية تسديدة الروابدة فيما اعتمد منتخب الأردن على مصيدة التسلل أكثر من مرة في إحباط مخططات الخصم لم يمهل المنتخب الأردني منافسه فرصة التقدم حيث سرعان من دفع هو كاشفا عن أطماع هجومية مبكرة دفعت لاعبي كوريا الجنوبية وكاد منتخب الأردن أن يفتتح باب التسجيل مبكرا بعد تصويبة قوية أطلقها نزار الرشدان وحولها الحارس الكوري جو هيون لركنية واعتمد منتخب الأردن على الضغط المتقدم وتخليص الكرة من منتصف الملعب والتمرير وفي الشوط الثاني واصل النشام جهودهم لدك الشباك الكروية ونجح التعمري في قطع الكرة من الدفاع ومررها نموذجية للنعيمات فسدد من فوق الحارس معلنا تقدم الأردن في الدقيقة مين وخمسين وناب القائم الأيسر عن أبو ليلى في التصدي لتسديدة لي كانغ التي أطلقها من بين مدافع الأردن بمنتهى القوة وألغى حكم المباراة ضربة الجزاء التي احتسبها ضد مدافع الأردن يزن العرب وذلك بعد العودة لتقنية الفار وتلاعب النعيمات بدفاع كوريا الجنوبية وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بجسد حارس المرمى مهدرا فرصة خطيرة وحاول منتخب كوريا البحث عن المساحات لتهديد مرمى الأردن لتلوح فرصة لكيم يونغ من كرة تهادت أمامه داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بتسرع وتواصلت الأفضلية الأردنية المصحوبة بالفرص الضائعة حيث كان النعيمات قريبا من التسجيل بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة تصدى لها الحارس هيون واستبسل مدافع الأردن أبو حشيش في إنقاذ المرمى بإبعاد كرة خطيرة لركنية وحاول